موسيقى حياكم الله مشاهدين ومستمعين ماذا أنا حامد السيد وحييكم في حلقة جديدة ومباشرة من برنامجكم ناس وحكومة في بداية الكلام مشاهدين ومستمعين أهن زملائي في الأسرة الصحفية نشطاء في المجتمع المدني وأيضا مدافعين عن حقوق الإنسان بمناسبة تعودة أفراحنا الزميلة أفراح شوقي إلى منزلها آمنة بعد اختطافها من قبل جماعة مسلحة مجهولة إلى الساعة إلى الآن وتجهل زميلتنا أفراح هوية هذه الجماعة الخاطفة التي اختطفتها حقيقة وأخفت أثرها منذ طبعا أكثر من ثمانية أيام شكرا طبعا لمجلس الوزراء مكتب القادة العام للقوات المسلحة الذي اهتم بالموضوع شكرا للناشطين والفعاليات المدنية الصحفيين الذين ساندوا زميلتهم في محنتها أفراح شوقي وهي مقيدة عند خاطفيها في بغداد قبل قليل مشاهدين مستمعين كنا في مؤتمر صحفي أذيع وبث على الهواء مباشرة لزميلتنا أفراح شوقي تحدثت بشكل صريح ولمحت إلى أن الخاطفين اختطفوها طبعا وحققوا معها بقضية متعلقة بتقرير نشرة في صحيفة الشرق الأوسط التي استقالت منها زميلتنا أفراح شوقي في عام 2015 وليس في عام 2016 تقرير نشرة متزامن مع أربعينية الإمام الحسين عليه السلام في عام 2016 وهذا التقرير الهجين الذي استنكر بشكل واسع من قبل الأسرة الصحفية قبل المؤسسة الدينية وقبل المنتمين إلى الجماعات الدينية وبالتالي هذا التقرير الذي اتهم شريحة واسعة من النساء العراقيات بممارسة الجنس الغير مشروع مع زائرين إيرانيين بمناسبة الأربعينية وكان يتعرض ويقدح بهوية المرأة العراقية ويجعلها سلعة رخيصة بالنهاية هذا كان التقرير الفاحش الذي تم استنكاره من قبلنا وأنا في حلقة من حلقات ناس وحكومة التي كانت قريبة من مناسبة أربعينية الإمام الحسين انتقد الصناعة مثل هذه التقارير وانتقد صحيفة الشرق الأوسط التي اعتبرتها طبعا في تلك الفترة زل لا تختفر بأنها اعتمدت على بيانات وإحصاءات غير دقيقة نشرت في مدونات بدون ملامح بدون اسم وبدون هوية لكاتب هذا التقرير وتم اتهام على أثر هذا التقرير مجموعة كبيرة من زملان الصحفيين أمثال مع الفياض الزميل مصطفى حمزة ومؤخرا الزميلة أفراح شوقة التي أؤكد أنها استقالت من صحيفة الشرق الأوسط وكانت استقالتها طبعا استقالتها كانت بسبب تقرير نشرة ضد شهداء الحج الشعبي وحتى تقريرها اللي أعدته لأعتقد وهو يناقش قضية المقاتلين المساندين لنظام بشار الأسد في سوريا تم التلاعب بي وأكثر من مناسبة شخصية مع الزميلة أفراح شوقي قالت لي شخصيا أن هذه الصحيفة اللي مقرها في لندن التي تحمل مزاج خليجي ضد النفوذ الإيراني في العراق كانت أكثر من مرة تتلاعب بتقاريرنا وأيضا المعلومة التي نحصل عليها ونرسلها لهم فبالنهاي قدمت استقالتها في عام 2015 وهذا الكلام مؤكد أعتقد وستتسمعون منها قريبا في أقرب فصل اللقاء بها في برنامج ناس حكومة أو في برامج تبث من محطات أخرى وهذا كان سبب طبعا إنهاء حياتها الصحفية أو مصيرها الصحفي مع صحيفة تطبع في لندن وتوزع في العراق أما ما يتعلق بالأمن الشخصي للمواطنين أعتقد أوضح السيد العبادي يوم أمس مشاهدين ومستمعين وقال بالحرف الواحد أن الجماعات المتنفذة تحاول إحراج الحكومة من خلال عمليات الخطف وإرعاب وإرهاب المواطنين في بغداد وقالها بشكل صريح مشاهدين قالها أنه اللي عنده مشكلة معي شخصيا يوجد مؤسسة دستورية اسمها مجلس النواب العراقي فليذهب إلى مجلس النواب ويطالب بسحب الثقة مني ولا يحرج إدارتي بافتعال قضايا الخطف والخروقات من قبيل التفجيرات الوهمية وما إلى ذلك هذا سيكون موضوع نقاشنا لهذا اليوم نحلله نفككه نقف في عمق مشاهدين ومستمعين مع المتخصصين والمراقبين أرحب بضيفي في الاستوديو الأستاذ جاسم حنون المتخصص في الشين الأمني أهلا ومرحب بك استاذ جاسم ومن الاستوديو الآخر ينضم معي زميلي الأستاذ عماد جاسم الإعلامي والناشط المدني أهلا ومرحب بك استاذ عماد أهلا وسهلا بك وبضيفك العزيز شكرا لحضورك أبدأ معك استاذ جاسم حنون تصريح من هذا القبيل يصدر من رئيس مجلس الوزراء قائد عامل القوات المسلحة تشعر بأن الموضوع فعلا مدبر مثل ما أشار له رئيس مجلس الوزراء في الفترة الأخيرة أغلب العمليات التي شهدتها العاصمة هي عمليات سياسية ذات طابع فئوي حزبي ضد حزب رئيس مجلس الوزراء أو إرادة رئيس مجلس الوزراء كيف تصنف هذه العمليات نعم شكرا جزيزي استاذ حمد تحي لك طبعا اليوم نبحث أعمق من هذا الموضوع أصل القضية في العراق هي مشكلة سياسية وكل المشكلات التي حلت فيها العراق منذ عام 2003 واللحظة هي تنطلق أو تنبثق وبواعث أو دوافع سياسية الحقيقة هناك من يشترك في العملية السياسية لكنه غير مقتنع في المشروع الديمقراطي في العراق والبعض منهم يكون منفذة لأجندات خارجية وصراعات إقليمية ويكون مؤتمرا بأمرة الغير على حساب الوطن والبعض الآخر يعمل بلا دراية ويكون هو مطية لبعض السياسات التي تنطلق من بعض الذين يحاولون أن يجدون مساحة سياسية في العراق على حساب المجتمع العراقي وكذلك الشارع العراقي وعلى مساحة الوطن وثرواته كل هذه تجتمع اليوم نجدها تصل إلى ثمرة عدم موجود مؤسسات حقيقية عدم موجود سطوة أو سلطة حقيقية في الأمين أو كذلك في المؤسسة العسكرية والعراق شهد أغلب تلك المشكلات بسبب هذه الانحدارات السياسية أو ما جاءت من خلالها أنا باعتقادي السيد الرئيس الحكومة يذهب صحيحا بهذا الاتجاه بأن المشكلات في العراق يصلها سياسي وكذلك التنافس لأنهم لا يستطيعون أن يقدموا شيء سوى هذا يعني إشاعة الرعب والخوف والجهل وكذلك الفقر من أجل سهولة اقتياد المواطن العراقي وكذلك الذهاب به أبعد من مفهوم الدولة وكذلك المؤسسة اليوم أذهب يعني بدي أن أتوسع بهذا الأمر أكثر يعني يجب أن نجد الحلول هذه الكلمات التي قلتها الجميع يعلمها ويعرف ما هي الدوافع وما هي المشكلات التي يؤثر تارة في الجنبة المذهبية مالوف أصبحت صحيح أصبحت مالوفة وتارة في الجنبة الطائفية والقومية والإثنية والعرقية لكن بالحقيقة قد استنفذوا أو أفرغوا كل ما بوسعهم لم يبقى سوى القتل والإجرام من أجل إرغام هذا الشعب على أن يرزح تحت وطأة هؤلاء السياسيون وكذلك بعض القوى التي هي مسيطرة بطريقة أو بأخرى ما بطريقة السلاح أو بالمال الفاسد أو بالأفكار التي من الممكن أن تخرج على المألوف في كل مجتمعات العراق أو في كل فئات مجتمعات العراق وقضية أبعد حتى عندما جاءت داعش إلى العراق هي جاءت من منادات سياسية وجاءت من خلال حالة التشققات في الميدان السياسي العراقي وعدم وجود وعدة قرار لم تأتي من فراغ ولم تهبط من السماء جاءت من منادات ووفرت لها المناخات المعتدلة والأرضية المناسبة وأيضا أكيلة الاتهامات في تلك الفترة على المشروع العراقي وعلى المؤسسة العسكرية وكذلك الأمنية وأيضا أوصلوا حالة العراق للإفلاس السياسي من شراء ذنما من الآخرين ووجودهم في المنطقة أنا باعتقادي الجميع يعلم بهذه القصة لكن الحقيقة الهدف واحد إن كانت داعش أو ما دونها أو الذين يعملون لصالحها بطريقة أو بأخرى هم يذهبون باتجاه ضرب مفهوم الدولة وكذلك تقسيم المنطقة على أساس مذهبي وطائفي وإثني وعرقي وكذلك إعادة التوازنات على المستوى السياسي أولا وبعد ذلك الاقتصادي والأمني هذا ما تخضى عليه المؤسسة الحكومية اليوم سيد رئيس الحكومة في حرش كبير يريد أن يعمل وأصبح اليوم صاحب منجز لأنه عندما مسك الحكومة أنا لست بعبادي الهواء لكن في أزمة كبيرة اقتصادية وكذلك كان هناك الاحتلال من يريد يحرجه؟ الخصوم السياسية في العراق لأن الخصم السياسي لا يملك شيء لتقليمه خصمه من داخل بيته يعني؟ نعم هناك من يعتبر بأمرة الغير هناك من يطبق أجندات خارجية هناك مشارب وأهواء في داخل المؤسسة التشريعية العراقية وكذلك في مفاصل مهمة في الدولة أنا باعتقادي اليوم الجنبة الوطنية في العراق هي غائبة وضعيفة ولا يمكن لأحد أن يقاتل أو يصمد أو يدافع أو أن يحقق منجزات بهوية فرعية يجب أن تكون هوية الدولة أو هوية الوطن هي الأم وبعد ذلك ما دونها تكون هي يعني أهواء أو أمزجة أو اعتقادات هذا الأمر الذي يكون على حكس على أن لا تكون معكوسة على الأداء المؤسساتي كانت تشريعي أو حكوماتي أو كذلك أمني أو عسكري أنا أظن زميل عماد جاسمي جاسمي منظور آخر حتى يكون وضع علامة في بغداد أولا زميلنا عماد أنا أهنيك حقيقة بمناسبة عودة زميلتكم أفراح وزميلتنا شكرا أستاذ حامد أهنيك أيضا وأهني كل العراقين الشرفاء كل أصحاب الكلمة الوطنية الذين وقفوا بتضامن حقيقي لأجل إبراز قيمة وأهمية هذا التضامن الوطني بعد أن كان ثم التشرذم في الأسرة الصحفية توحدت الأسرة الصحفية هذه المرة بقول كلمة الحق وبالذهاب في أكثر من خمس مظاهرات لإحراج المؤسسات الأمنية والحكومة والضغط باتجاه الإفراج عنها أنت استمعت اليوم إلى مقولة أفراح شوقي عندما قالت أنتم أعدتم لي الحياة وتقصد بأنتم كل الناس الشرفاء الذين اعتبروا أفراح شوقي هي أختهم وتواصلوا في عملية الاجتماعات اليومية وكنت أيضا أنت خير مثال للصحفي المساهم والمشارك معانا أيضا عدد كبير من الناشطين المدنيين هذا إنزام نعم كانت قوة أخلاقية ووطنية حاولنا أن نرسخ قيم التعاون والمساهمة والمشاركة وحقيقة أنا أعتبر اليوم ليس فقط خروج أفراحنا هو النصر وإنما إثبات أنه ثمت وجود للنخب المثقفة الوطنية وثمت وجود للمجتمع المدني لتحقيق نوع من القوة التي تواجه القواء الظلامية جيد هذا الاختطاف جرى التعاطي معه هذه المرة من الحكومة بشكل حقيقة فاعل الكثير من قضايا الاختطاف أعتقد قضية اختطاف الناشط جلال الشحماني ما شهد هذا التعاطف الكبير من رئيس مجلس الوزراء وتأكيد رئيس المجلس الوزراء بوسطة قاد عامل قوات المسلحة في أكثر من مؤتمر صحفي في أكثر من لقاء يؤكد بأنه يتابع مصير الزميلة أفراح شوقي باعتقادك هذا له دوافع خارج منظومة الحكومة أجبرت رئيس مجلس الوزراء ومنظومة الحكومية بالتحديد على تكريس أدائها وأيضا إجبارها على البحث عن مصيرة مواطنة مفقودة عفوا أود القول أن من أبرز ملامح هذه الحكومة وبشكل موضوعي أنها حكومة للأسف يمارس عليها ضغوط من جهات متعددة من زعامات سياسية تحاول أيضا إحراجها في مواقف عديدة فظلت هذه الحكومة عاجزة حتى عن إبداء رأيها حتى عاجزة عن قول ما يمكن قوله في هكذا نوع من الأزمات فظلت تصريحات رئيس الوزراء للأسف باهتة ولا تعطي نوع من الأمل للعراقيين المنتظرين من رئيس وزراءهم أن يكون له فعل حاسم ويكون له دور فأتت مؤتمرات صحفية لا لون لها ولا طعم لم يتحدث عن المختطفين لم يتحدث عن هذا الانفلات الأمني واتهم جهاد سياسية معينة بأنها تحاول أن تقلل من أهمية الحكومة وتحاول أن تفشل حكومة العبادي ما كان منتظر من العبادي أن يكون صاحب كلمة صريحة وجريئة ويقول بالحرف الواحد من الذي خطف أفراح شوقي من الذي قام بتجيرات مدينة الصدر ومنطقة السنك من الذي يحاول أن يزعزع الأمن دائما يعني يلجأ إلى مفردات عائمة وأكثر من مرة حاول أن يصحح بعد أن تأتيه اتهامات من شركاء في حزب الدعوة من أنه يقصد رئيس الوزراء السابق أو شيء من القبيل فيعاود من جديد إلى تصحيح خطابة لكنه الواضح أنه يشعر بغصة كبيرة وبألم كبير أن ضغوطات خارجية تمارس عليه وضغوطات داخلية تدار بأيادي خارجية أنا أرى أن ما يحصل اليوم من تفجيرات من تهديدات من انتهاكات للأمن الشخصي من محاولة قتل مفهوم الدولة متأتي من حكومة غير قوية حكومة ضعيفة حكومة المحاصصة التي أضعفت كيان الدولة ونسيج الدولة فأتت المؤسسة الأمنية لتكمل هذه الصورة طيب يا عماد أيضا اليوم الزملاء الصحفي كانوا نتظرون في المؤتمر الصحفي من أفراح لتكشف عن هوية خاطفيها السيد رئيس مجلس الوزراء لم يتجرأ حتى في المؤتمر الصحفي الأخير الذي عقد يوم أمس بعد اجتماع مجلس الوزراء عن كشف هوية الخاطفي لكنه تناول الموضوع بشكل تلميحي بأن هذه العمليات يقوم بها أطراف سياسية تحاول إحراجنا تحاول على الأقل هز وضعنا بالنهاية وجعله وضع قلق غير مستقر هل ينتظر أن يقتل هذا العدد الكبير من العراقيين حتى يقول أنه ثم التنافس السياسي إذا كان هذا التنافس السياسي يقتل به يوميا ميت عراقي أو خمسين عراقي هل من المعقول أن أظل أتهم هذه الجهة السياسية وما قدمها للمحاكم المحلية والدولية أنا أستغرب من هذا الخطاب كما أنا أستغرب أيضا من أسئلة العديد من الصحفيين أن أفراح لم تصرح بمن اختطفها أولا هي قالت أنا لا أعرف هويتهم هذه أولا ثانيا هي لا زالت في هذا البلد الملغوم والمسيطر عليه من قبل جهات منفلتة لا تؤمن أبدا بمفهوم الدولة بل أن سيطرتها وقوتها أكثر بكثير من الحكومة ونؤسساتها الأمنية فهل ننتظر من أفراح أن تحدد وتتهم وتقول ملامح الشخص الذي اختطفها أنا أثني عليها أن أتت إلى المؤتمر الصحفي في ظل ظروف عصيبة تسعة أيام يا أخي تسعة أيام هي في غرفة معزولة سوداء لا تعرف فيها أي شيء وأنا أعتقد قوتها الحقيقية أنها أتت وقالت أمام الكل أشكركم وقالت أمام الكل أنني لم أتعرض إلى أذى جسدي لكنني أطالب الحكومة وأطالب منظمات المجتمع المدني أن تتوحد وتتكاتف من أجل مصلحة هذا البلد كان خطابها وطني وأؤكد كان خطابها وطني بالعكس أفراح أثبتت للكل ومثل ما قلت أنت في مقدمتك أثبتت للكل أن أفراح شوقي التي للأسف البعض لم يقرأ مواضيعها ولم يقرأ مواقفها من جريدة الشرق الأوسط التي كانت تعمل بها والتي تركتها يمكن عدد كبير من الصحفين يتمنون أن يعملوا في الشرق الأوسط وغير الشرق الأوسط لكن موقف من أفراح لم يفهم بطريقة معقولة وللأسف هذه الألسن وهذه الأيدي التي تكتب بالفيسبوك عن مقالات أفراح شوقي لم يقرأوا أفراح شوقي بإمعان يمكن أن نختلف بعدد من التوجهات بوجهات النظر لكن الاختلاف بوجهات النظر لا يفسد للودي قضية حقيقة أفراح كانت صحفية جريئة كانت تنتقد وضع المؤسسة الأمنية والإنفلات لكن يا زميدي يا أستاذ عماد دعني أتوقف عند نقطة أشرت له الشخص أنت الآن قبل قليل في كلامك الأمن الشخصي مفقود في بغداد دعونا نوجه بالنهاية هذا السؤال ليحل الحقيقة من الأستاذ جاسم حنون متخصف شيرا لأن الأمن أستاذ جاسم الأمن أعتقد واحد من الكهنات الكبيرة التي تصيب الجسد الصحفي وأيضا الجسد الأمني التابع للحكومة أنه سيشكل هاجس ما بعد داعش وخطر ما بعد التطبيبات الإرهابية في العاصمة بغداد الأمن الشخصي سيغيب سيفتقد وبالتالي من مخلفات هذه الأزمة السياسية أنه سيكون له أثر في الشارع بنفلات السلاح وعشوائية حملة والحركة الرشيقة للمسلحين في العاصمة بغداد وبإمكانهم اختطافك واختطاف أعتقد في أي لحظة نتحدث عن مواطنة مختطافة وسحلها من منزلها لا أستبعد بكرة يجب يدخلون للستوديو ويأخذوني من أمامك يعني على الهواء مباشر نتحدث عن مسلحين جريئين من أين يستمدون هذه القوة قضية ما لا علاقة بقبل داعش أو بعد داعش المواطن هو الهدف للجميع إن كان على مستوى التناحر السياسي أو إن كان لتطبيق أجندات خارجية أو لإضعاف البلد أو لإفراغه من العقول أو الشخصيات أو الكفاءات أو كل الأصوات التي هي تنادي بالإصلاح الحقيقي لهذا البلد أو الصورة التي كانت مرسومة في ذهنية المثقف العراقي والمواطن البسيط والفقير والمهمش حقيقة ويبت اليوم عملية للتجار بالروح العراقية والمواطن العراقية موجودة عند الجميع بدون استثناء البعض منهم يتكلم عن المظلومية وهي كذب يعني في الوقت الحاضر البعض منهم يتاجر باسم الشيعة أو السنة أو الكورد أو الأقليات الأخرى المكونات الصغيرة الأخرى آسف هو يكذب يحاول أن يبقى في هذا المكان لأننا اليوم لم نرى الميمونة بالأعمارة مثل توكيو أو الفلوجة مثل الميونغ كلهم سواسية بالفقر بالمفخخات بحرمانهم من حقوقهم بالتعليم بالصحة بالأشياء كلهم القضية متعلقة نبع إثقادي من يعمل اليوم على رأس السلطة التشريعية أو المؤسسة الحكومية أو المؤسسات الأخرى هو لا يملك القرار في إدارة البلد البلد لا يزاد من منطقة تخضع لصراع واليوم الصراع هو موجود على الأرض العراقية الاستهداف والضغط على هذه المؤسسات كما أشار السيد رئيس مجلس الوزراء أمس بأن المستهدف بهذه القضية من خلال بوابة المواطن هو رئيس الحكومة هذا يمتلك النفس الإجرامي للنفس الحكومي بالذهاب إلى البرلمان من أجل إقالته أو بعض التأديلات أو بعض القضايا الأخرى التي يتنافسون عليها ما زال هناك هذه العقلية تحكم هذا البلد بهذه الطريقة يكون المواطن هو الهدف إلى آخر المطاف حتى وإن انتهت داعش والعصابة موجودة والجرم المنظمة موجودة وكل الأشياء موجودة لكن بالعقيقة تارتاً كفة الإرهاب ترتفع وتارتاً ترتفع كفة الجرائم الأخرى لكن الجرم السياسية لا تزال هي موجودة في العراق انظر إلى الجرم السياسية ماذا فعلت ناقش أمر أمر على مستوى السيادة بالبلد اليوم انت انظر من عام 2003 اليوم عندما رسموا مثل الحدود بالقرارة 833 خسرنا جغرافيا كبيرة جداً بالدول المتجاورة خسرنا أكثر من 600 مليار دولار خسرنا اليوم فقط يعني ملايين النازحين وكذلك ملايين الشهداء والمفقودين في العراق اليوم فقدنا الأمن فقدنا اليوم الخدمات فقدنا التعليم اليوم ما نذكر اليوم حتى في لواحد تقييم في العالم على المستوى الصحة والتعليم صدر قبل أيام لم يتكرر أنه لا توجد فيه معايير القضية الأخرى اليوم البلد مدمر بكل يعني ملامحه وبكل مؤسساته وبكل المفاصل الأخرى أنا باعتقاد الجرمة السياسية أخطر وأكبر من الجرمة الجنائية التي هي مفردة حديثاً مؤقرة سمعناها الجريمة السياسية كنت أحدث عن جريمة جنائية يا سيد موجود الخيانة العظمى أكو عندنا 240 فقرة قانونية تنص على هذا الأمر بس لكن بالحقيقة موضوعة التقاسم الوظيفي والتغانم والتحاصص ما بين القوى السياسية يجبرهم على العمل أكثر من هذا الأمر بالمجتمع العراقي لماذا الفقر والجهل في العراق حتى تكون سهولة الاغتيات لماذا هذا الإرهاب بهذا الحجم بالمفقخات والقتل والإجرام وكذلك اللاسقات وأيضاً الترويع والخوف وتناموان تغير آمن من أجل أن توجه بطريقة هم يشعرون حجم الكذب والخداع والوحود الشفاهية المحاصصة واقعة واقع جرى في العراق سيدي المحاصصة اليوم خلنك تبدس كتب ونبتت وولدت حقيقة فراقة وتعشعشت في الواقع العراقي لا أحد يستطيع أن يتجاوز هذه المحنة يعني نحن نتحدث مع احترامي بالنهاية للحالمين بدولة بعيدة عن المحاصصة نتحدث عن واقع من الصعوبة اقتلاعة المحاصصة السياسية أو المحاصصة الحزبية الأمن الشخصي مغيب من الذي يعطي النفوذ للمسلحين نتحدث عن سلطة نتحدث عن أحزاب سياسية نتحدث عن قوة معارضة لا سيدي اليوم موضوع المحاصصة وليكن خلنبدأ منها خلتكون هي يعني الحجر الأساس عاجر الزاوية في بناء الدولة ماكو مشكلة عندنا اليوم ما راحض من المشكلة بس لكن اليوم عندما أجي أشار عنها وعمطيها دور أكبر من حجم المجتمع أو الشارع العراقي أو الدستور وذهب باتجاه الاتفاقات ومن ثم الاتفاقات تولد الاجتهادات ويكون هو الزعيم أو رئيس الحزب أو رجل الدين هو الحاكم ويتغيب كل هذه المفردات أنا أرفض المحاصصة بهذه الطريقة أن تختزل اليوم المشهد العراقي انظر بمن مختزل بخمس الشخصيات الانتخابات السابقة عفوا على شخصيتين فقط من المسائلة والعدالة ومشة الأمور اليوم يطرحون التسوي على ثلاث شخصيات مدانين بالإعدام قضايا اليوم هل المجتمع العراقي بـ 34 مليون مختزل بـ 34 شخصيات هل الضحايا اللي راحوا بالملايين اليوم من الممكن أن نعوضهم برجوع شخص إلى السلطة مرة أخرى هاي قضية أكبر المحاصصة خلي يجيبني لبلد خلي يضمن لي حقوقي بالدستور خلي يجيي يفكر لي خلي يخطط خلي يسوي العلاقات خارجية بس مو محاصصة واحد يروح يجيب لداعش والأخ يروح يدخل المكان والأخ يسرق والأخ جايب لضابط مفصل مهم يوميا مذبوح من عند مية والآخر يسرق والآخر يضرب المؤسسة التعليمية والآخر الصحة والله يقول والله محاصص جاء الحزب فلاني ما إلا دخل بهذا العمر أنا باعتقاد اليوم الشعب هو صاحب السلطة هو صاحب بيده الصوت يريد من يشاء ويخرج من يشاء اليوم الإصرار المجتمع وخوف اليوم خشية من كل القوى السياسية الموجودة وبالذات الطبقة الأولى التي أو الصقور التي هي من دوحة من 2003 وحدها لتحمل المسؤولية للمنطقة الخضراء الشعب ملام جلس على تخوم الخضراء أيضا ملام الشعب تظاهر قطع شارع ساعتين أيضا الشعب ملام أنا أتحدث عن واقع ينبغي أن نتعايش معه هذا مكلام حقيقة أنا الآن أنتح الصفة من يواجهك من هذه النغة السياسية يقول لك يا عزيزي إحنا المحاصصة من نستغني عنها هذه المحاصصة هي السر بقانة في هذا الواقع السياسي العراقي هذا وجودي ووجود الآخر حساب المكونات حساب الأصوات وحساب الإرادات ونحن نتحدث عن عامل جديد دخل إلى هذه الإرادات أعتقد أنت تتابع وتراكب وتقلق منها أيضا الميليشيات المسلحة والإنفلات الأمني في العراق بالنهاية أي حزب الآن يستطيع أن يتصارع في الشارع ويستعرض أسلحته وجنوده بلحظات والدولة غائبة ملامح الحكومة أيضا بعيدة عن الشارع والواقع لا نستطيع أن نتكهن فيه في المستقبل القريب الإجابة أحتاج إلى تفصيلها بشكل حقيقة تأصيلي من جنابك حتى لو كنا نستمد أو نرجع إلى تجارف في السابق وتجربتنا الحديثة السياسية التي كانت وليدة الانقسام السياسي التي تشكلت نتيجة ذهاب السيد المالك من السلطة لكن بعد الفاصل تفضلوا بالبقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر القمر نايلسان التردد داعش 1766 معدل الترميز 27500 معامل التصحيح 6 على 7 الاستقطاب أفقي قناة المدى شوف البعيد شكرا لكم بالبقاء مشاهدي مستمعي أستاذ جاسم أنا سألتك قبل الفاصل فيما يتعلق بهذا السلاح المنفلد نعم أستاذ حامد هناك قضية من اليوم غياب الدولة يعني مفهوم الدولة بشكل كامل يعني وحكومة اليوم ضعيفة تبرز اليوم العشيرة تبرز الجماعات المسلحة حكومة ضعيفة اليوم ضعيفة جدا لا لا فقط هذه تختلف القضية هناك ونجاح عدنا عسكرية حقيقة اختلف تماما يعني اليوم الآن نظرك لحكومة ضعيفة بالأمن اليوم بالأمن بالمحافظات أتقول لك يا ضعيفة بالخدمات بموضوعة المعاشات موضوعة الموازنة كل هذه الأشياء تقول لك يا بي ضعيفة الأمر العسكري العراق هو أخذ يعني في حين غفلة في تلك الفترة كان هناك تمهيد لهذه القضية من أجل تزيئة العراق وكان هناك متعامري من داخل العراق والبعض منهم من دول بعض القضايا المحلية وأخذ بها وعطاها حجما أكبر من هذا الأمر اختلفت الأمور يعني بعض القيادات في تلك المرحلة وبعض التشكيلات العسكرية كانت هي متخادلة وكانت هي فاسدة وجاءت إلى هذه المواقع الحساسة من خلال الصفقات التي تتكلمنا عنها يعني بنيت على أساسها الحكومة والمؤسسة بمجملها لكن اليوم الأمر تغير هناك قيادة هناك قيادة العملات مشتركة هناك تنسيق هناك بسهلة بهذا الأمر هناك إشادة عالمية تحرير دفاع عن العالم دفاع عن العراق تحرير مناطق كل هذه القضايا اليوم تعتبر هي إيجابية لكن ليس الفضل يعود إلى يعني بناء الحكومة بهذا الشكل الراصي نتكلم جيش ما بعد 2014 ما بعد حزران 2014 لا نتكلم عن الجيش ما دون هذا الأمر ولا يزال هناك بعض التقصير من قبل الدولة الدولة بالمناسبة الحكومة يجب أن تذهب بكل إمكاناتها المالية والإدارية والإعلامية والسياسية لدعم المؤسسة العسكرية في حالة الحرب لا يزال البعض منهم يحاول أن يشرخ هذا النصر ويحاول أن يشكك بهذا النصر ويحاول أن يعطي فرصة زمنية إلى داعش لتحقيق المآرب التي تكلمنا عنها بضرب من فهم الدولة تقسيم المنطق وعادة التوازنات القضية هنا عندنا موضوع ما يحصل اليوم يجب إعادة الترتيب والأولوية والمقام اليوم عندنا في ضبابية نحن اليوم ما نعرف منه هل الأجنح العسكرية التي عند الأحزاب هي تحكم ما نعرف نصنف قبل فترة تشريح أو تصنيف في لبنان نقول لك الجيش اللبناني ثالث أقوى جيش في لبنان أي يعني هذا نحن اليوم هل الأجنح العسكرية لعد الأحزاب هل هي الأقوى هل ولاقاتهم الخارجية للدول التي يعملون إياها هل هي الأقوى على سطوة دولتنا هل المال المسروق المغزوم بالبيوت أو البنوك العالمية هل هو أقوى من ميزانية الدولة أريد أن نفهم هذا الموضوع من الحكومة اليوم اليوم أكون قضايا على سيد رئيس الحكومة أن يوضحها لأن الحقيقة اليوم الدورة التي قام به بإنقاذ العراق في هذه الفترة الحرجة وإن كانت متعدرة وإن كانت عرجة لكنها بالحقيقة منجز وحتى المنجز العسكري يعني رئيس مجلس الوزراء محظوظ أم متورط بالظرف والله هو بالبداية يرادوا إلى ورطة محظوظ أصبح أصبح محظوظ محظوظ أستاذ عماد تسمعني أستاذ عماد نعم أسمعك رئيس مجلس الوزراء محظوظ بالوقت الحالي الوقت الأمن الشخصي غائب بالنهاية ولدي جبهة طبعا لا ننسى الجبهة المفتوحة مع تنظيم داعش في الموصل أنت في توقعك أستاذ عماد كناشط كمراقب للوضع في بغداد هذا الأمن الشخصي في حال غيابه الحكومة بالنهاية ستنتصر ستنهار وين رايحة وين متجد الحكومة أنا بالحقيقة بالبداية أثني على تحليل الأستاذ جاسم والموضوعية في موضوعة الصراع الشيع الشيعي وحديثة عن لبنانة العراق والآن الحديث عن تعريق لبنان يعني بالبدء كان ثمت مخاوف أن العراق يتجه نحو اللبنانة الآن أكو مخاوف بلبنان أنه ممكن يصير نوع من التعريق لها لأننا صرنا في الصراع الشيعي الشيعي بين الأحزاب الشيعية والاتهامات المتبادلة بين الزعامات الشيعية هي المخيفة أكثر لشارع العراقي حتى أن ثمت تقاسم في المؤسسة الأمنية في هذه الأحزاب الشيعية التي تحاول أن تنشط من نفوذها رغم الخراب الحاصل بالحقيقة في مجال الأمن الشخصي هنا أيضا أريد تثبيت قضية تتعلق في أولويات الزعامات العراقية وأولويات المسؤولين العراقيين وأولويات المؤسسة والبرلمان العراقي لا تضع الأمن الشخصي العراقي سوى في وسائل الإعلام ومغازلة المنظمات الدولية ومغازلة الضيوف القادمين من الخارج أما الأولوية الحقيقية فهي أولوية تثبيت هذا السلطان وتأكيد وجود ثمة حزب شيعي يحاول أن يبسط نفوذها أنت تستمع إلى آراء بعض شيوخ الدين وبعض خطباء الجوامع هذا الكلام يقوله بشكل صريح الأمن الشخصي الموت الفقر المهم إحنا نروح ماشي للحسين وللعباس أكو حرية عندنا بالمشي فخلف الله على هاي الأحزاب بطتنا هاي الحرية هذا هم يستمدون من عندهم هاي القوة هذا التشرذم الحاصل لكن هذا كلام مسيء للقضية الحسينية وليس نافع أنا أتحدث لك عن ما موجود وأنا متأكد حضرتك أنت صحيح هذا الفيديو يكرر بالعكس هذا يقابل بالصلاة على محمد وعلي محمد صحيح وأنا إدلاقي على هذا الخطاب على هذا النوع من الخطاب نعم ينبغي أن نضعف النصاب هذا يسير للقضية الحسينية ولا ينصر القضية الحسينية حقيقة أستاذ حامد دعنا نتحدث بشكل موضوعي ودعنا نفتح نوافذ الأمل نوعا ما على أن المجتمع المدني بدأ بنشاطات كثيفة نحتاج الآن أن يكون للاكاديمي دور للمراكز البحثية دور في ترسيخ قيم المواطنة والعدالة الاجتماعية ومحاربة هذه القوى الظلامية التي جثمت على صدور العراقين منذ ثلاثة حشر ها رح نعود إلى التجربة المدنية قوى التجربة الدينية نعم يعني هما نفسهم الأحزاب أستاذي أكدوا لك هذه الأحزاب الدينية تقول لك نحن تجربتنا مو دينية في حكم العراق نعم يعني شنو مشكلتكم أنتم المدنيين خواهس نحن تجربتنا مدنية نحن من عام 2003 وين المدنية يعني هذا هذا حديث بمغازلة حقيقة حديث بمغازلة بعد أن ظهرت القوى المدنية بقوتها بسلطانها بتضامنها برفع العلم العراقي بمجيء أيضا بعض الشخصيات الدينية بدأت تتمنى المفردات المدنية حتى الزعامة الدينية في النجف الأشرف بدأت تؤكد على هذه المفردات ومن واجب القوى المدنية أن تستثمر هذا التضامن لأن بالضد الآخر ثمت قوى ظلامية تحاول أن ترسخ قيم ليس لها علاقة فقط في المدنية وإنما تريد حتى أن تصادر مفهوم المواطنة وتؤكد على هذا التعصب والتوتر ومحاولة تضعيف الدولة عبر قوانين تحارب التنوع عبر تأكيدات على يعني دغضغة مشاعر المتدينين الشيعة تحديدا في قضية منع الخمور في قضايا أخرى هذا نوع من الضحك على الذقون في ظل امتيازات فلكية امتيازات فلكية صارت ليست عندنا فقط محاصصة هم يريدون المحاصصة السياسية أن تصير محاصصة محاصصة مناطقية اذهب الآن إلى المناطق البغدادية وتجد أن كل منطقة صار لها نفوذ الكرادة للمجلس الأعلى وجهة معينة لحزب الدعوة قصور المسؤولين هناك والتيار الصدري لهم مدينة الصدر فهذا التحول هذا التحول التدريجي يدلل على أن أولويات الأمن الشخصي مفقودة بشكل كامل بشكل كامل وتحدثنا مع حضرتك في لقاءات سابقة عند لقاءنا بمسؤولين أمنيين تجد ثمت سخرية من هذه المفردات هناك من يقول لنا من مسؤولين أمنيين كبار يا أخي من يقدر يحتيو إياهم بس هاي الكلمة تدلل لك على أنه ليس قد ضعاف يعني حتى المؤسسة الأمنية صار لها تسع قيام هو صادق في هذا الكلام هو صادق صادق في هذا الكلام صادق في هذا الكلام بس هذا الصدق مؤلم هذا الصدق علي أن يكون واضح سيد العماد الله يعني فدوه العينك يعني من يقدر يحتيو إياهم المؤسسة الأمنية للأسف تتغول تتوحش بتصرفاتها مع الممارسات الحضارية والبستورية التي يمارسها نشطاء المجتمع المدني عندما يخرجون بتظاهرة ضد الفساد ضد تثبيت كرامة العراقي يمارسون القسوة والتوحش مع هؤلاء المتظاهرين هل المتظاهرين لهم علاقة في خسارتنا الموصل وفي خسارة أبنائنا في الموصل وهذه العراضي الكبيرة في العنبار اللي خسرنا هذه المدن الآن يتقاضى رواتف فلكية وعد ما يقارب 250 عنصر حماية وعد 18 قصر بالمنطقة الخضراء هذه حصائيات دقيقة هذه حصائيات حتى الدولة تحتي بيها وهو أيضا معرف للقضاء وللقانون أنا وأنت إن علاقة بما يحصل بهذا الخراب لماذا دائما نحن خايفين على نفسنا من نكتب مقال أنت تقول لي دير بالك يا معوّد دير بالك منين إحنا دا نحكي عن إصلاح مواطن الآن أفراح من من صار بيها اللي صار الكل يعني للأسف إيه مخاي خاف حشة على فلان وخاف حشة على فلان مشكلتنا الكبيرة أننا نقدس مشكلتنا أننا نخاف وهذه وهادي مشكلة حقيقية نعترقية حقيقة نسبة التقديس بدأت ترتفع عندنا الآن الصورة الموجودة لأي رجل دين هي مقدسة وما يصب نكتب عليها مقالة نقول يا با هاي أخذت جزء كبير من الرصيم حاجة أي شي موجود أي شي موجود المؤسسة الأمنية هي مقدسة يعني صاحبها فلان الوزير الفلاني تابع وما العمل شن سوي يا أستاذ عمار شن سوي زيادة زيادة نسبة التقديس يقلل من أهمية الأمن الشخصي من أهمية الحرية الفردية والمعالجات من أهمية التعبير أنا 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 أرى علينا استثمار هذه الهمة فتحت النافذة وقالت لنا تعالوا يا طيور السلام تعالوا صححوا هاي الأخطاء أنتم أقوياء الكثير من قال أنتم أقوياء ضعفنا في شرذمتنا ضعف النخب المثقفة أنا ألوم ألوم الأكاديمية العراقية لا تظهر بالمظاهرات ولا تطالب الحكومة بأي شيء عندما أرادت أن تقطع الحكومة شيء من رواتبهم ارتفعت حناجرهم وأصواتهم وقالوا خط أحمر لا خط أحمر المواطن العراقي يا أخي يا كل الأكاديميين يا كل الصحفيين يا كل الذي يفكر بالانتيازات عليه أن يفكر أن أفراح شوقي يمكن باتر مصيبتها يصير على أختك وعلى غيرها أنا اللي أريد أقوله علينا أن نحدد أولوياتنا ونتعامل مع المؤسسة الدولة بنوع من النقد اللي يلتقي برئيس الوزراء لا يروح يقعد ويستمع ويقول له في دول عينة كاني قاع ما عندي وأرض ما عندي وإحنا نقابة الصحفين يرادلنا فلان شغلة وفلان شغلة البلد يموت وينهار هذه المجاملات خلتنا 13 عام نبتعد عن الحقيقة نبتعد عن الحس الوطني عن الموضوعية دعنا نتكاتف من أجل أيضا أن نضم قوى إسلامية أخرى معتدلة ومتعقلة أنا أرى في وجوه العديد من الشباب نوع من التعقل كلامك يا أستاذ عماد على عين ورأسي بس الناس من حق تخاف هذا ولا جماعات وعطة مسلاح وبالشارع سياراتهم تمشي بشكل رشيق ما أحد يوقفها لا سيطرة ما هذا الصمت يا حامد هذا الصمت هذا الصمت وهذا الخنوع وهذا الإذلال وهذا الهوم الجماعي هو اللي خلى هذه الجهات تتغول كلنا نعرف بس ما حد يتحدث ويكتب العديد من الزعامات السياسية التي خسرت مناصبها تموّل جهات معينة لأجل إحراجها أخرى والتفجيرات التي تحصل بسبب فساد المؤسسة الأمنية ضعف المؤسسة الأمنية خراب المنظومة الأمنية في تناول الحدث العراقي هل تتوقع أن العديد من الخلايا النائمة في العديد من البلدان المتطورة لكنها تظل نائمة لكن أوضاعنا في العراق تضع هذه الخلايا النائمة خلايا صاحية لأننا لا نمتلك القوة الرادعة ولأننا لا نمتلك أولويات التعامل مع حقوق الإنسان أولويات التعامل مع نوع من التكاتف مشكلتنا أنه المواطن لا يثق بالمؤسسة الأمنية المؤسسة الأمنية لا زالت تمارس القسوة ممتاز المواطن لا يثق بالأجهزة الأمنية سيد جاسم حنون فعلا هذا كلام دقيق وما في نسبة حقيقة مئوية نتحدث عن فهم شبه مطلق في الشارع العراقي أن المواطن لا يثق بهذه الأجهزة المنتشرة في بغداد وعموم المحافظات بسبب تكرار الحوادث الإرهابية تكرار الحوادث الجنائية وضعف هذه الأجهزة هي فعلا ضعيفة أم أجهزة قادرة على بسط الأمن لكن إرادتها مسلوبة من قبل الأحزاب نعم حقيقة اليوم المواطن عنده حق إلى نسبة كبيرة جدا من خلال هذه المخاوف وأيضا عدم وضع الثقة بشكل مطلق بهذه المؤسسة الأمنية لأنه اليوم يرى ويشاهد كيف تعصف المفخخات في بغداد واللاسقات وكيف تخطف النساء والرجال والشباب والأطفال وكيف تقتل فهذا الأمر من الممكن أن يجعله خائفا على مدار الوقت ولن يثق بهذا الطريق لكن بالحقيقة أنا أعود وأكرر من خلال مراقبة لهذا الأمر المؤسسة هي بنيت بشكل خاطئ والتأثيرات السياسية جاءت لتكمل هذا الخطأ وجعلتها ضعيفة أكثر مما هي عليها حجم التحديات أيضا كبير جدا قد يفوق قدرتها بشكل كبير بعض العقليات التي تدير هذا الملف الأمني هي لا تمتلك قدرة على مواكبة الأحداث العالمية وقراءة المشهد بشكل حقيقي وكيفية تحولات الإجرام المتمثلة بهذه التنظيمات الإجرامية من الممكن بشكل سهل جدا على بعض الشخصيات أن تخترق بطريقة أو بأخرى اليوم علينا إعادة النظر بهذه المؤسسة بشكلها الكامل أو ما يعرف بعملية الهندرة يعني تغيير الرأس والهيكل والإدارة بشكل حقيقي ينسجم حجم التحديات الموجودة انظر اليوم راح نطيك قضايا بسيطة من الممكن أن نعتمدها زي عدنا ست أجهزة استخبارات للبلد اليوم خلنا نتكلم لك على بغداد زعوف البقية عدنا ستة اليوم عدنا أربع يتصلون بجهة معينة واثنين ما لهم علاقة بالآخر عندك اليوم التشكيلات الموجودة داخل بغداد من عمليات بغداد والمواقع الأخرى والتشكيلات الأخرى هي اليوم موجودة هي اليوم أيضا تقتزل المشهد الأمني غياب صاحب الحق الحقيقي بأن يكون يعني هو بالصدارة هو المتصدي كوزارة الداخل لأنه يدخل في كل المفاصل في مؤسسات الدولة مغيب ما الفائدة من هذا الأمر كانت هناك خشية سياسية من بعضهم وشكلت عمليات بغداد كي تكون رادعة وتكون فوق وزارة الداخلية والدفاع البعض منهم يشكل تشكيلات حتى تكون ما فوق يعني انظر إلى بعض التشكيلات هي لا جدوى من وجودها إلها التنظيم والهكذا والهيكلية والهي موارد مالية واقتصادية وإلها دعم مطلق لكن طيني قلت عشوني اللي أنت قدمت ليها أن اليوم طرحت يعني حلول بسيطة وأيضا أوجهها للسيد رئيس مجلس الوزراء المحترم وكذلك القاعدة العام قواد المسلحة الدكتور حيدر العبادي اليوم أكعد نحن سريع من الممكن أن ينقذ بغداد أتكلم لك عن 85 ألف مقاتل داخل بغداد موجودين حاليا قيادة الشرطة الاتحادية ما أخذ قصر وقاعدة بالحارثية قصر عدناني لا مو قصر العدناني لا الآخر هذه قيادة عمليات بغداد عندك اليوم قيادة القوة البرية بغداد قيادة اليوم القوة الجوية ببغداد قيادة الدفاع الجو ببغداد قيادة طيران الجيش ببغداد قيادة شرطة الحدود ببغداد لواء بغداد 54 و56 وعمليات بغداد والانضباط العسكري وغيرها وكل هذه التشكيلات لواء الرد السريع 85 ألف مقاتل اليوم أنا بغداد عندي قبل فترة كنت عندي دراسة في هذا الأمر كل محيطها أضموا إياها الطارمية وأنزل أضموا إياها الفلوجة وأنزل أخذ إياها اليوسفية وجرف الصخار وأنزل شمال بابل وأوصل لحدها المناطق خانبر يساعد وأرجع لك مرة أخرى 220 كيلو متر أطلع هذه القيادات بره عندهم كارفونات عندهم آليات عندهم معدات عندهم أسلحة عندهم تجهيزات عندهم حصة من الديزل عندهم من الوقود عندهم مقاتلين عندهم كل شيء يقدر يطلع 10 كيلو متر وكل قاطع يمسك لها 10 كيلو متر من أصل 220 يكون هنا دور إسناد للمحافظات المجاورة جيد هنا يكون خط عصد بغداد الأول قاعد هنا ورح نطيك في القضية رح ستتفاجئ البطاقة الموحدة من أهم المشاريع التي قامت بها الحكومة العراقية من أهم المشاريع هذا رح يكشف لك كثير من الناس عليهم مذكرات قبض أكو توعمى بالأسماء أكو مزورين أكو عقارات هاي رح تكشف لك فد ملف هذا سحري هذا الوحيد يدورون على مقر بل كارخصالهم سنة واربعة شهر مالك للبطاقة للبطاقة بناية بناية يردون بيت مثل هاي الاستوديو وقعدت لشرطة الاتحادية بمقر شنو قاعد هنا حاطل 8000 مقاتل قيادة قول برية هاي الآليات والمعدات علي اليوم أباو على جسر الجادرية اليوم أربع همرات يؤخرون دول الناس المتسكي يعني يتمشون هذا مرور جيد بس غرامة مره مرتين بعد أربع همرات تفيدني تروح تقاتل تمسك لحيين تصار الكرامة اليوم تحرر لي تلزم لي بغداد شنو حاطل هنا شنو حمايات هاي العدد المهون شنو الوائر رئاسية شنو مفرغين اليوم ومسؤولين شبه متقاعدة وشبه مندث رأس حتى لا تسووا مسابقة نذكروا اسمه ما حد يعرفه حطي لـ 8000 و 7000 شنو هاي القضية ما عرف هذا حل سريع وآني يطلعون كلهم برا أول شي راح ترجع المواطن يشعر بمواطنته ويشعره هو مدني راح تنشال هاي الصبات راح يشعر بالأمان راح يصير انسيابية بالطريق أكو قضايا هواي راح تتغير عندنا بعض الإجراءات البسيطة عندنا بداخل العراق الملف أفق كل اشتباك ما بين العمليات بغداد والداخلية أنت الملف الشخص سير تفجيرات أروح أقول لي بتعال أنت المسؤول حسا اليوم السيد العبادي حرج نفسه لأنه اليوم يعتبر وكيل وزير الداخلية وكالة هذا إحراج إليه قضيتين هسا راح يحرج نفسه به أنت موضوعات ثلاثة شهر قال راح تتحرر الموصل أنا باعتقاد راح يشتغلون جماعة مع داعش على تأخير العمليات يا ساتر أخذ مني كلام هذا أكل إسقاط أبعد من الحدود العراقية ترى هالمشكلات كلها زحفتنا داعش جتنا من عمليات سوريا بالألفين ودعش طبتنا بالألفين وربعة عشر نادول هبعض السياسيين طبعا الإفلاس السياسية المشكلة أي شخص عندنا يفلس يطلع من السياسة يروح يسوي لها ميليشيا يسوي لها جماعة مسألة يسوي لها مكسورة يسوي لها مكسورة يقعد وين يضرب مجادي في الحكومة يضرب بالمواطنين وين قضية بها حراج يروح يشتغل عليها يسببون منها قسم منها مجنود ما سيطرها يسببونك ورزق هاي 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 قراجات وكذا خبزة بسيطرين رروح للحارثية هسه مكان بسيط شوارع كلها مقطوعة ويجار يأخذ منك هذا مالبارك يا ويل من قال لك للفوج الفلاني للسرية الفلانية ذاك اللاخ تروح يا بشنو من يطيك هاي القطعة قال لها خذناها من الفلان ومهي صارتها مقاطعات كل منهم مقاطعتك راح يزعلون إذا هذا الكلام يسمونها من عندي يزعلون لأنه شون يطلع برا لا يشوف بنات لا يقدر يتحارش لا يقدر يضايق لاحد لا يقدر الصبح لا متنرفز يطلع عقدتها مواطن يشوفها يضحك أو مثلا ما يسوي ازدحام ما راح يلقى خصوصيته يعني كقائد كزعيم قائد وزعيم اليوم مفرض لأمن احترمك بس مو تجيسوي لإزدحام ساعة أو ساعتين مو تستفرض علي قضايا وأنا مواطن أنا جاي أطبق القانون أطلع برا هذه الحدود خمسة وثمائلة في مقاتل عندنا أكثر من عشرة آلاف آلية ومعدة هنا في داخل بغداد وبالمناسب أغلبهم ومعدهم أغراض سياسية قاعدين هنا قسم منهم قضايا يعني غير مشروعة قسم البعض منهم يعني غير مهني قسم ضام قرايبة بهذا المكان قسم ضام ولدة كل واحد عندي قضية بس روح يبعث عنها تلقاه هذا هذا الأمر يجب أن يعالج بشكل سريع وعاجل من يعجل من يعاجل بنamour من رئيس الحكومة من رئيس الحكومة صدقني لكنه لا يزال يريد أن يوازن السياسة وإرضا الزعامات وحزبة ومؤسسته وريد يهضم الأمور أكثر لكن بالحقيقة أغلب الدوافع اللي يعملون ضده هي دوافع سياسي والله صفنتني يا أستاذ جاسم حقيق أستاذ عماس سمعت بالله المصيب؟ نعم كيف تسمع؟ هذا ما نعانيه هو حقيقة المخاوف والهواجز الكبيرة من أن هذه الحيمنة لأحزاب الإسلام السياسي صارت لها عياد أخطبوطية في المؤسسات الأمنية حتى أن المؤسسات الأمنية صار هذا التنافر بها لأن بعض القيادات الأمنية في جهة معينة تمثل مزاج وسيار معين فعليها أن تتعارض أو تحاول أن تقلل من عمل وجهد المؤسسة الأمنية بالطرف الآخر التي تمثل تيار ديني آخر للأسف المؤسسة الأمنية وأنا لا أقول تلك المؤسسة العسكرية مثل ما قال سيد جاسم المؤسسة العسكرية التي تحقق النجاحات في الموصل تلك المؤسسة العسكرية لها حسابات أخرى أنا أتحدث عن مؤسسة أمنية منخورة من الداخل ولا أحد يريد أن يعترف بذلك القيادات الأمنية عندما تجارسهم يتحدثون عن مبالغ كبيرة لشراء المناصب كل عراقي كل عراقي وطني يشعر بمدى هذا الظلم يشعر بمدى هذا الحيف يشعر بأن العراق قد بيع بشكل كامل مولات مولات للقائد الفلاني وأيضا سيطرات سيطرات تتقاضى مبالغ من أصحاب الشاحنات أشتريت هذه السيطرة أشتريت بالمبلغ بالمال صار الإستاندات للإعلانات أستاذ عمات نعم أنا هذا اللي أريد أقوله القضية كلش طويلة حتى ما يتحملها برنامج شاشات وهي نصبت على السيطرة يعني أنا المواطن البسيط وأستاذ جاسم المتابع الحريص وحضرتك مقدم البرامج كل ما نعرف تفاصيل معينة هل من المعقول رئيس الوزراء لا يعرف هذه التفاصيل ولا يعرف أنها السبب الرئيسي في قيام هذه التفجيرات هل من المعقول أن تخرج أفراح شوقي من بيتها إلى خارج بغداد بساعة كاملة بسيارات لا تملك أرقام وبخمسة عشر مسلح لم يوقفها أي أحد لم يوقف هذه السيارات أي أحد طبعا تدخل سيارة وشاحنة إلى الكرادة من يستغرب من دخول سيارات مفخخة إلى أحلام الكادحين في مدينة الصدر ما يقارب خمسة وأربعين حلم لكادح خمسة وأربعين طفل خمسة وأربعين عائلة فقدت معيلها الوحيد ونحن صامتون تجاه هذا الفساد الذي ينخر في المؤسسات الأمنية أين توجهنا الحقيقي إذا كانت ثمت إصلاحات في تسوية وطنية التسوية الحقيقية إنهاء هذه الزعامات التي جثمت على صدور العراقيين أنا أؤكد على أن المجتمع المدني والنخب المثقفة والحس الوطني عليه أن يؤسس إلى تسوية وطنية بعيدة عن مصالح الذاتية ويؤكد أن التسوية تبدأ من المجتمع تبدأ من العراقي الوطني أشكرك شكرا جزيلا أستاذ عماد جاسم الإعلامي والناشط المدني على حضورك طبعا وتفاعلك مع ملف هذا اليوم المتعلق بالأمن الشخصي شكرا جزيلا لحضورك والأستاذ جاسم حمين متخصص في شيء شكرا جزيلا لحضورك المشاركة وشكرا لكم مشاهدي مستمع المدى على حسن المتابعة والصغراء والتقانة غدا بإذن الله تعالى أنبقينا بقية الحياة في أمان الله اشتركوا في القناة